السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متذبعي الكرام محبا بكم في ساميرا ساميرا كويزين اليوم كنقدم لكم طرطة الطبقات بدون فرن كتجي سهلة في التحضير وبمقادير بسيطة والنتيجة كتكونها كما كتشوفو رائعة قدمتها مع السيطروناد او مركز الحوامل اللي اسبقوا حتاته لكم في القناة سوف نخليكم رابط للفيديو مع مقادير طرطة أسفل في خانات الوصف مدعش بكم الفيديو لا تنسوش تعملوا لايك جيم وضغطوا على المربع الأحمر اشتراك سابسكرايب وابوني وإلا بويتوا تعرفوا الطريقة بقاوا معي هذه وما العناصر اللي في القاعدة بسكويت وياغور طبيعي باش ننقصوهم من كيميات السكرية اللي كانت ناولو هنا ما تقديش بصراحة لذي تورتا خصيصا تشيلي موجود في البيت اسخدمتوا عندي بسكويت بشوكولات وبيسكويت بالفانيلا اخذتهم وهرمشتهم غيب ملعقة خشبية باش يبقوا فيهم هذوك الاجزاء اغلاد كيعتون هذيك القرمشة اللي كيت تعجب الصغار والكبار وميمنسة عنت بعلبة ونصف ديال زبادي طبيعي بدونك هولا سكر من فئة مئة وعشرة جرام صافي حتى تكونت عندي واحد الخالط متماسك نقدر ننشكل منه قاعدة التورتا ديالي وخديت المول فيه ديالي 24 سنتيم فرشت في القاعدة بابيسي الفاريزي وفي الجواني بالبنات واحد لاستيوس كانت منه تستفدو منها كي ما استفدت تحت انا صراحة طحت ليه في البالي غير منه كي تقولون الناس الحاجة ام الاختراع دائما فاش كان بغيون ندي موليه التورتا تتخسروا لي هذيك الجواني بو كان دوز وموس ولا شي حاجة بو كان خسروا الموليه تنتوعنا انا كدهني بالزيد فاش كاتتحلي القراس من الجنب كي يمشي لك كي بقاد الشكل ديال تورتا تناسق من بعد مما سويت القاعدة حطتها جانبا ديالي بيسكوي وغادي نوجدو الطبقة الاولى بنكهة الفارولا عندي فيها ثلاثة معالقوبار ديالانشاة ثلاثة معالقوبار تساني دا فلون بنكهة الفريز وغادي نضيف ضانون تاع الفاني اللي كان عندي موجود من الاحسن تضيفون تاع الفريز باش تتعززون نكهة وهنا ستعملت خمسين جرام ديال البيسكوي وغادي نحركوها تشي كامل في داك الكاسد ديال الياغورت وغادي نضيف واحد شوية ديال نكهة الفرنبواز اللي كانت تباع عند أصحاب المحل اللي تبيع لوازم الحلويات هي هادي باش تعزز لنا النكهة تاع الفلون كانت تعرفوا ان نكهة تكون خفيفة وضفت نصف لاتر من القشدة السائلة وحركت على النار متوسطة هاكي نحركو بالفوي نصف لديك الكتافة اللي مطلوبها ككاعقاد وكنصبوه بسرعة فوق القاعدة للبيسكوي بسرعة بسرعة وكنسويو الوجه عبر خبط المول كان خبطوش شوية مع قاعدة ديال سطح العمل وكنخليوها جانب التبرد وكنوجدو الطبقة الموالية ليد الطبقة بنكهة الموز هادي نفس المقادير الانشاء ونفس الكمية ديالت سوكار غادي نغيروغين نسمى ديالت النكهة باش غادي نكهو والبيسكوي واحدة هوايا خمسين جرام ونضوب بمفكات ديال لغور ديال الفاني ما عنديش بنكهة الموز من الاحسن تستعملوك نكهة الموز حركت هادشي كامل دوبت نشاو البيسكوي مزيان مزيان ونضفت النكهة وهنايا نضفت الفلون وهنا غادي نضيف ديال النكهة اللي كاتبع وهنا غادي نحرك نضفت هنايا نصف اللي ترى المتبقي ديال القشدة ونحرك بالفوي على نار متوسطة حتى نوصلوه الكتافة المطلوبة ونفس الشي نخوي وفوق الطبقة التانية وغادي ندوزو الميروار في كاسنتال عنباد الماء فلوند الفريز معلقة صغيرة نشامل عقا كبيرة السكار نكهة الفرنبوز وملوين غدائي احمر لكي نحصلوا لديك اللون تيش هي ديال الفرولة وهنا نصفى نصفى نضفه فوق طبقات الكريمة ونخليه تبرد في واحد ساعة ونديرها في المجميد ساعة او لا في كلاجة عادية في سد سوائع او أكثر مهما حسب انتم كيفية تفضلو درجة البرودة ديال 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 الديال ديال كوم ونرفقوها كي نزينها بحبات الكرز نحب نملكوا لديكوا ريقات من النعنع تقديم بسيط وسهل وفي المتنانة والدي المبتدئات والدي الجامعة كنتم نطرقكم البنات هاد الوصفة ديالك اليوم وتستمتعوا بها رفقة العائلة ديالكم وليداتكم وان شاء الله المزيد من الوصفات وكشكركم متتبعاتي الكريمات وعلى تعليقاتكم المحفزة شكرا شكرا جزيلا كنتم نطرقكم التوفيق جميعا